الحمد لله رب العالمين وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمد عبد الله ورسوله النبي لهذه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون الكرام ما زلنا وما زال الحريف موصول حول هذه الدقائق من برنامجكم أين أنت وما زلنا مع هذا الكلام الجميل والغائع المهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وصفه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حينما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا قال اتقي المحارمة تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة أين أنت من الإحسان إلى الجار أين أنت من الإحسان إلى الجيران أين أنت من كف الأذى عن الجيران أين أنت من تحمل أذى الجار أين أنت من الوصية التي أوصى بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجار لما قال أحد الصحابة خرجت لأكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته واقف معه رجل يتكلماني فيعني ظللت أنتظر حتى تعبت يعني تعب من الوقوف والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع رجل آخر هو يراه الصحابة ويتكلم مع رجل ثم لما انصرف الرجل فقال الصحابي جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله جئتك فمن الذي وقف معك هذه المدة الطويلة يعني أقول أن شفت الذي كان يقف معك من هو يا رسول الله الرجل لا أعرفه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهو قد رأيته يعني أقول أنت شفت من كان يقف معي قال بلى يا رسول الله قال ذلك جبريل قال ذلك جبريل ما زال يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيوريثه وقف مع النبي على هيئة آدمي وكان يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان يوصي بالجار المدة الطويلة دي التي وقف فيها الصحابة كل الحوار كان على الوصية بالجار ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك لو جئت فسلمت عليه لرد عليك السلام أما إنك لو جئت فسلمت لرد عليك السلام يعني جبريل عليه السلام إذن هذا الموقف يبين لك أهمية هذا الأمر مسألة الجيران يا جماعة التي نحن نعلم جيدا ونقرأ إليه لنهار أن الله عز وجل أوصى بالجار كما قال الله عز وجل وعبد الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربة واليتامة والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وملكة أي منكم إلى آخر الآيات ومع ذلك نرى تفريطا عظيما في هذا الأمر وفي هذا الباب والإشكالية أنه ممكن الجار هذا يكون أخ الإشكالية أنه ممكن الجار هذا يكون أخا أو يكون أبا أو أما أو يكون أختا أو عمة أو خالة يعني حد من الرحم حد من الصلب ومع ذلك نرى الشقاق والخصام والهجران والكلام ده يا جماعة هذا خطأ عظيم جدا جدا بل إن من علامات الإيمان من علامات كمال الإيمان أي أنت من هذه العلامة المهمة في حياتنا والإيمان يا جماعة أو الدين بصفة عامة ليس كلام فقط لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن من علامات الإيمان الإحسان إلى الجار الإحسان إلى الجار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا يعني الإحسان إلى الجار هذا الإحسان هو بذل المعروف بذل الخير تحمل الأذى كف الأذى أن الجار يأمن بوائقك أنت يأمن غوائلك يأمن عدوانك يا أخواننا نحن بنرى وبنسمع يعني أشياء في منتهى القسوة تحدث من الجار لجاري والسئلة عيشة رضي الله تعالى عنها يعني كانت تقول أن أربعين بابا جار يعني أربعين بيت جنبه بعض كلا بيعدهم جيران للإنسان يعني تقريبا لو أربعين من الليلة صار واربعين من اليمين واربعين من الخلف واربعين من الأمام فالقرية كلها فالحي كله فالمدينة كلها أصبحت يعني جيرانا لك أنت فحق الجار على الجار هذا عظيم جدا كما ذكرت لحضرتك أيها المسلم الأخ والحبيب والأخت الكريمة بذلك نحن بنرى أين أنت من هذه الصفة وهذا الأمر الذي كان يعني فيما مضى يشعر بالاطمئنان وبالدفء ويشعر أن الأمة على عهدها بما أقبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذه الأمة كأنها جسد يعني تخيل الجسد كله هذا هو الأمة إذا تداع إذا يعني أصيب أحد الأعضاء بشيء الجسد كله يتوجع له مثل المؤمنين في توديهم وطرحهم وطعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر فالإحسان إلى الجار يا أخوانا ممكن أن أنا أحسن إلى الجار هذا إلى حد ما شيء مطلوب لكن المطلوب الأكثر والمطلوب الأعظم الإنسان يصبر على أذى الجيران لأن فيه جيران يا أخوانا بتسبب يعني الإنسان يعني محتاج أن يترك لهم الضار ويأت لهم المكان والبيئة كلها والبلد كلها ويتركهم فإنك تصبر على هذا الأذى وتصبر على هذا التعب وتصبر على هذا الإذاء من الجار هذا علامة مهمة جدا جدا من علامات الإيمان ثم أقول هذا للجار السوء الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الشقاوة والتعاسى في الدنيا الجار السوء كما أن من أسباب السعادة في الدنيا المركب الهنيء والبيت الواسع والمرأة الصالح المركب الهنيء والبيت الواسع والمرأة الصالح والجار الصالح دول أربع أسباب من أسباب السعادة في الدنيا والعكس بالعكس فالجار السوء هذا من أسباب التعاسى في الدنيا فأنا بأنادي على كل جار أو على كل بني آدم لم يتق الله سبحانه وتعالى في جاره وأذاه سواء بالقول أو بالفعل أو بالغمز أو باللمز أو بالهمز أو بأي شيء أو بالإشارة أو بأنه اغتاب أو أكل لحماه أو خرض في عرضه أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن هذه الوصية مهمة جدا جدا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة والوصية للصحابي وصية للصحابة والوصية للصحابة وصية للأمة كلها فمن علامات الإيمان الإحسان إلى الجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا يتبقى معنا خصلة أو خصلتين إن شاء الله عز وجل يعني أذكرهما في اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين